من غير تخمين يعني من غير تخمين اي حد هتكلمه هتقوله احنا هنتكلم على الملف الاقتصادي في مصر هيكلمك طب المشكلة في الاسعار المشكلة في التضخم المشكلة في الديون المشكلة في ان الدولة مش قادرة توفي بالتزاماتها تجاه مواطنيها ولا خسائر البورصة ولا ازون الخزانة يعني بقى عندنا ست سبع مواضيع كده الحقيقة بقت سبتة موجودة في كل يوم لكن بقى النهاردة انا هبدأ لكم بقصة اخرى مختلفة رغم ان هي برضو لها علاقة بالديون والاستدانة وازاي ازاي ازاي حصل للاقتصاد المصري التدهور الشديد ده في عشر سنين ازاي يعني احنا وصلنا من ديون خارجية كانت تقريبا 34 مليار وصلنا النهاردة على الاقل اخر الارقام الرسمية 165 مليار في 131 مليار زيادة في عشر سنين وتشوف على ارض الواقع للمواطن وضع افضل للمصانع مثلا اتبنت وتعمرت ومستوعبه عدد كبير جدا من الشباب لتعينهم بس هنبدأ نشوف طبعا ثمار ده بعد سنه ولا حاجه ولا اي شيء ولا اي شيء انجزتنا مدن في الصحراء انجزتنا كترات كهربائية محدش بيستفيد منها انجزتنا اعلى برج اكبر مش عارف ايه اضخم ايه 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 عشان احنا حابين ان احنا ناخد ايه جايزه من موصوع جينيس الحقيقه يعني في اكبر واوسع واضخم اي شيء مش اكتر من كده وبناء على الاقتراض وبناء على الاستدانه المستمره من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد الدولي اللي عنده هدف واحد اساسي وهو انا لي فلوس عندك يا مصر فانا هبدأ احط رشدة اصلاحات الهدف من الرشدة دي هو ان فلوسي ترجعلي باي شكل من الاشكال فطبعا وضع شروط قاسية وتنفذ عدد كبير من الشروط القاسية يعني كل ما هو قاسي على المواطن اتنفذ كل ما هو قاسي على الحكومة ما تنفذش عشان نكون منصفين هم قالك ان في بعض الاشتراطات اللي هي احنا شايفينها مناسبة جدا وهتفيد الاقتصاد المصري دي ما تنفذتش زي مثلا اهمها تخارج الدولة من الاقتصاد تخارج الحكومة من الاقتصاد مؤسسات الدولة الكبيرة اللي حط اديها على الاقتصاد خدي جنب شوية وسيبي فرصة للقطاع الخاص انه ينمو سواء الاقتصاد القطاع الخاص اللي عندك من جوه او مستثمرين من بره فكرة ضخ استثمارات او عمل استثمارات كبيرة عندنا الترجم لنقطة واحدة بس اسمها بيع اراضي وتحولت الدولة من انها باحث عن فرص استثمارية كبيرة لسمصار اراضي كبير كل يوم عايزي بيه حتة نيجي على المواطن ارفعلي الدعم عوملي السعر امنع استراض بعد السلع خففلي ارفعلي سعر رغيف العيش شلي معرفش ايه كل يوم في حاجة بتحصل اللي بيدفع تمانها المواطن فترة اللي فاتت طبعا شفنا تعويم بعد صفقة رأس الحكمة التعويم الرسمي اللي اعلنوه كان طبعا الدولار عدة لمراحل ستين وسبعين لكن الحكومة كانت بقي على رقم تلاتين جنيه جوه البنوك بعدها وصل لسبعة واربعين وثلاتين النهار ده هو بتمانية واربعين ونص فيه تحرك كده حوالي جنيه جنيه هامش في خلال الاربع خمس شهور وفيه انباء عن انه ممكن يحصل تعويم جديد لان من اشتراطات صندوق النقد الدولي ان الدولة تسيب العملة حرة وتسيب الجنيه حر امام يعني يبقى فيه تعويم حر لكن الدولة حريصة على انها تعمل تعويم مضار لكن احنا بنسمع كلامهم في رفع دعم في رفع اسعار في الغاء دعم ده اللي احنا قادرين عليه وبدأت بالفعل الحكومه ترفع سعر الغي في العيش ترفع اسعار القهربه ترفع اسعار الوقود في بلد بتعامل على سعر عالمي وبيقبضوا بالجنيه بيقبضوا بالجنيه عارفين يعني ايه بنقبض بالجنيه؟ المصريين بيقبضوا بالجنيه يعني الحد الادنى اللي حددته الحكومه واللي مش متطبق الا في مؤسسات حكوميه اللي هو الست الاف جنيه بيساوي مية وعشرين مية وتلاتين دولار فانت بتقوله هدفعك كهربا هدفعك بنزين هدفعك وقود بالسعر الغاز هدفعك بالسعر العالمي لواحد الحد الادنى لمرتبه 1500 دولار ولا 1500 يورو في اي بلد من البلاد اللي طول الوقت بيقرنون بيها بدأ يبقى فيه ازمة يعني مثلا هم رفعوا اسعار الوقود من يومين تقريبا بمجرد ما حصل رفع اسعار الوقود من يومين كل حاجة في مصر غليت بما فيها هيئة النقل العام بتاعت الحكومه هي كمان رفعت اسعار التذاكر على الناس من اضافة بقى للميكروباسات لغيره للتاكسي كله كوبر كل وسائل الانتقال في مصر ارتفعت وبعد ما وسائل النقل ارتفعت كل الاسعار الخضروات والفاكهة الدواجن كله ارتفع بالتباعيه فالحكومه عايزه تسكن 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 غضب المصريين فقالت يا جماعة طلعوا التصريح ده النهاردة اللي هو تصريح على لسان مين تصريح على لسان واحد مايتسماش مايتسماش دي مش انا مش بسبه يا جماعة مش مسبه مايتسماش عشان مقالش اسمه مصدر في الحكومه وخلاص مصدر في الدوله طبعا محبش يصرح اسمه قال ان احنا في الفتره اللي جاية هنعمل تفاوض مع صندوق النقد الدولي الهدف من التفاوض ده هو اننا نقول لهم بصوا يعني خلونا ناجل شوية رفع الدعم الكامل عن الوقود احنا ماشيين مع المصريين تاتا تاتا خلونا ماشيين كده معاهم حتى حتى رفعنا اسعار القهربة رفعنا اسعار الوقود رفعنا اسعار الطاقة بشكل كامل لكن نرفع الدعم كامل طبعا كان فيه وعود وتصرحات كتيرة جدا للدكتور مصطفى مدبولي ان مع نهاية 25 هيكون فيه رفع كامل للدعم عن الطاقة والوقود يعني ناجل ده شوية نجدوله نخليه بعد حب يبقى السؤال هتوافق هيوافق صندوق النقد الدولي على طلب الحكومة ولا مش هيوافق هيوافق على هذا الطلب البسيط من النظام المصري والحكومة المصرية ولا هيقوله لا انت مضيت على اساس معين تكمل على الاتفاق وإلا هنقجلك مراجعات هنقجلك اصدار دفعات هنقجلك صرف شرائح الى اخر وانت اللي هتبقى زعلان وانت اللي هتنفس غصبة عنك وارد جدا وارد جدا وبعد ما رفع لنا اسعار الوقود بعد ما ثبت سعر الفايدة كما هو دون المساس لا تخفيض ولا ارتفاع وبعد ما ماشيين بعد ما الجنيت حرك شوية بالانخفاض امام الدولار البنك صندوق النقد الدولي بيقول مبارح في اخر تقرير بيعملوا عن مصر قال ان هما بيتوقعوا ان التدخم في مصر يتراجع يتراجع لواحد وعشرين واثنين من عشرة في المية مع نهاية يونيو يونيو الفين خمسة وعشرين يونيو القادم يعني بعد ثمان شهور بيتوقع ان يوصل لواحد واثنين واثنين من عشرة في المية مع ان هو دلوقتي في الوقت الحالي يعني تقريبا نسبة تلاتة وثلاثين وثلاثة من عشرة في المية فالحقيقة التصريح ده اتنشر من هنا وهب الاستاذ هاني توفيق الحقيقة كتب بوست من هنا يقول سندوق النقد التضخم سيتراجع بمصر الى 21.2 في يونيو القادم رغم اشتعال احداث المنطقة والتوصية بزيادة اسعار الطاقة والغاء الدعم وكاتب تحتها الف علامة تعجب لا تكفي للرد على هذا التصريح ووصفه بالمتخلف يعني احنا عارفين انه طول ما فيه ارتفاع في الاسعار طول ما هيبقى فيه ارتفاع في التضخم دي حاجه بديهيه صندوق النقد هل نفهم من كده ان الاسعار هتنخفض في الوقت اللي انت بتقول شل الدعم عن الناس ارفع لي اسعار الطاقة عوم لي الجنيه العملة بتاعتك فاحنا بنتوقع مع كل الاجراءات دي ان يحصل تراجع للتضخم فوصفوا انه يعني شيء متخلف على حسب ما وصف يعني الاستاذ هاني توفيده دكتور مصطفى مدبولي ليه تصريحات بيقول فيها اننا بنراجع مع صندوق النقد الدولي التوقيتات والمستهدفات للبرنامج باللي يتوافق مع مصلحتنا ودي انا مصدق فيها مع مصلحته مع مصلحة بقاءه مش مصلحة الدولة ولا مصلحة المواطن ولا مصلحة البلد خالص مع مصلحتنا هو بس هو طبعا ما كانش بيقصد بيها نفسه تعالوا نسمع بمراجعة المستهدفات مع صندوق النقد الدولي في ضوء التغيرات المتسرعة اللي حصلت في هذا الشهر ولا المصرية وبالتالي من النهاردة طبعا احنا النهاردة بننظر مع الصندوق الى ان احنا ازاي نستهدف مراجعة التوقيتات والمستهدفات بتاعتنا ويمكن حضركم اكيد متابعين المجموعة الاقتصادية كلها موجودة حاليا في واشنطن بتحضر الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي ومعهم المحافظة البنك المركزي وبعدها يليها على طول هتيجي بعثة الصندوق وتعمل المراجعة الرابعة للبرنامج مع مصر وهي بتبقى قليات المراجعة هو ده هدفها ان احنا مع الوقت بنشوف المستجدات ونراجع مع المجموعة بتاعت الصندوق اللي احنا النهاردة شايفينه بما يتوافق مع المصلحة المصرية وهدف النمو الاقتصادي بيكمل كلامه بيقول ان الشائعات اللي لها علاقة بفكرة ان هيكون فيه تعويم مش صحيحة مش صحيحة وان احنا عندنا في الوقت الحالي حرقة نقد ممتازة وصفها كده وصندوق النقد بيشيد باللي احنا بنقوم به الشيء الاخر ان ابتدت بقى الشائعات تتردد اصل ده احتمال يحصل تعويم جديد واصل احتمال اول السنة نشوف حاجة تانية وهنا يمكن انا موجود هنا معانا يعني العديد من رجال الصناعة ورجال الاعمال والكلام ده كله وخلينا هنا اكد على شيء مهم جدا الحمد لله حركة النقد الاجنبي واحتياجات الدولة المصرية ماشية بانتظام شديد النهاردة مفيش يعني مستلزمات انتاج ولا مواد خام ولا احتياجات اساسية للدولة متأخرة وما فيش اي طلبات متأخرة في البنوك انا بس بأكد لحضراتكم هذا الموضوع فبالتالي الحمد لله الامور مستقرة وماشية واحنا كلنا بنتابع بصورة يومية المجموعة وبالعكس السندوق النهاردة في كل بياناته الحديثة بيكأكد على اشادة كبيرة جدا بالسياسة النقدية المصرية وان مصر ماشية بصورة جيدة جدا في هذا الموضوع طيب ممكن الدكتور مصطفى مدبولي يفسر لنا نقطة صغيرة لما الصندوق بيشيد بالدور اللي احنا بنقوم به وبادقنا وبحركتنا النقدية الى اخر وكل التصريحات والكلام الكتير اللي قالوا ده ممكن بس يعرفنا او يفسر لنا طب ليه اجيلوا اكتر من مرة المراجعة الدورية واللي بعد المراجعة دي بيتم صرف الشريحة اللي المفروض مخصصة لنا الشريحة لقيمتها مليار و تلتمية مليون ليه لما احنا كويسين وبيشيد بادقنا وشايف ان التضخم بيتراجع والسياساتنا النقدية ممتازة وا 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 الى اخره ليه حضرتك اجل الاجتماع من اغسطس لسبتمبر لنهاية سبتمبر لاكتوبر لنوبمبر ليه؟ ليه اربع مرات بياجل في المراجعة بتاعته عشان بس نبقى فاهمين ومع كل مرة بيتم تأجيل المراجعة بيخرج لان مصر ملتزمتش بالاشتراطات اللي وضعها الصندوق فالكلام ده لينا؟ ولا للصندوق؟ ولا للصحفيين اللي حضرتك قاعد قدامهم؟ ولا للاستهلاك العام يعني بشكل كده؟ دي برضه من النقاط اللي احنا مش قادرين نستوعبها ونفهمها ماشيين كويس ايه اللي ماخر صرف الدفعات واجبرته البنك المركزي انه يوقف استراض عدد من السلع من وجهه نظركم شايفين انها السلع استفزازية؟ مجاوبش السؤال ده الدكتور مدبول لكنه تكلم على الديون وقال ان احنا عارفين كويس ان الديون عبق علينا وعارفين هنسددها ازاي وعندنا الرؤية وعارفين بنتحرك ازاي الحمد لله عارفين كل حاجة بتاع نسمعه اتكلموا قصة مصر عليها التزامات لسداد فوائد واقصات وحاجات كبيرة الحمد لله مصر حتى في عز الازمة الاقتصادية عمرنا ما تأخرنا عن سداد قصة واحد فانا بأكد لحضراتكم احنا الامور ماشية بطريقة منتظمة تماما الدولة المصرية عارفة كويس قوي اللي انتزامات اللي علينا وعارفين كويس قوي حنسددها ازاي وعندنا الرؤية والارقام وعندنا كل شيء وعارفين احنا بنتحرك ازاي في هذا الشأولة في نفس والحمد لله الامور مفيش اي شيء يدعو ان احنا يعني الاشعاعات دي اللي بتطلع وان احنا نبدأ يحصل ليها اي تداور ده كلام حلو قوي الدكتور مصطفى بيقول عارفين كويس الديون اللي علينا وعارفين هنسددها ازاي وعندنا رؤية وعارفين بنتحرك ازاي وما تأخرناش عن سداد قصة واحد من التزاماتنا الخارجية واحنا فعلا مصر ما اتأخرتش ابدا عن سداد اي اقصات من الدين اللي عليها الا بس البتوع اللي كانوا بيوردوا المواد البترولية لمصر الشركات اللي كنا مديونين لهم بعشرين مليار واللي وقفوا الامدادات اللي كانوا بيعملوها وبناء عليه دخلنا في ازمة القهرباء الكبيرة اللي عيشنا فيها وازمة المصانع اللي موجودة دلوقتي بسبب نقص توريد الغاز هما تقول بس اللي احنا ما دفعنا لهمش مع العلم ان كان من اشتراطات صندوق النقد الدولي للقرد اللي اخدناه انه يتم سداد الشركات دي لكن اللي ما ذكروش الدكتور مصطفى مدبولي ان اللي ساعدنا في سداد جزء من ديوننا هي صفقة رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة الصفقة الاكبر في تاريخ مصر اللي 34 مليار دولار اللي حصلنا عليها من بيع ارضنا من بيع ارضنا هو اللي احنا اخدناه وسددنا به جزء من الديون وجزء من قيمة الصفقة اصلا كانت ديون من اللي بيقول اننا سددناها ولما احنا عارفين ديوننا ازاي وهنسددها ازاي طب طول الوقت ليه بنبحث عن قروض جديدة لو انت عندك موارد لسداد الديون القديمة بتدور ليه على استدانة جديدة وقروض جديدة تقريبا كل يوم كل يوم عندنا خبر قروض بس قروض خفيفة مليار 500 مليون 130 مليون الحاجات اللي هي بتعدي كده من المجلس من غير ما حد بياخد باله منها لكن قروض الصندوق هي اللي بيكون في عندها واقفة كبيرة كمان بيكمل كلامه بيقول اننا هنستمر في مسيرة الاصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة ومصر نجحت في انها تخفض البطالة لادنى مستوى ليها بزيادتها ل25 مليون نسم بالرغم من كل التحديات الدولة المصرية نجحت في تخفيض البطالة الى ادنى معدلاتها اللي احنا بنتكلم فيها في حدود الستة ونصف المية بالرغم من يعني ان اضاف علينا حوالي 25 مليون نسم ما بين 2011 الى وقتنا ده ولكن مع ذلك الدولة نجحت فعلا الحمد لله في هذا الموضوع وكل استهدافنا ان ان شاء الله ان شبابنا اللي بيطلع كل سنة لسهو العمل ازاي ان احنا نوفر له فرص عمل جديدة وتتناسب مع مستجدات ومتطلبات العصر وان الدولة بالمصرية بالرغم من كل التحديات مستمرة في مسيرتها في الاصلاح الاقتصادي وفي التنمية الشاملة اللي احنا كلنا بنبتغيها للدولة هو الخوف بس لو نستمر اكتر من كده على نفس مسيرة الاصلاح الناس فعلا وضعها بقى صعب مش مستحملة اصلاح اكتر من كده ولا مستحملة تنمية اكتر من كده اما بقى في زيادة المعدلات والقضاء على البطالة ده موضوع محتاج مراجعة ومش هطلع واقول لكم اي ارقام لازم الحياة الواحد يكون بص في الارقام كام نسبة البطالة قبل وكام نسبة البطالة في الوقت الحالي وازن في بعض المواقع اللي بتعمل على الموضوع ده وبصورة دقيقة جدا 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 زي صحيح مصر وغيرها من المواقع اللي تقدر انها تفند اللي قاله الدكتور مصطفى مدبولي